ما بعرف فيه عامل مشترك بين كل الابراج عم بيبين عندي هاد الشهر. طاقت خوف طاقت. توتر عم بيكون اكتئاب مش عندك انت يعني انا بقول كعامل مشترك ما بعرف ليش عم بيبين هادا الاشي عند معظم الابراج. اه شوف حبيبي في هذا الشهر راح يكون في عندك موضوع. موضوع عملي في شي بتحول لعاطفي ما بعرف. من من العمل للعاطفة. من من صداقة لحب. من اعجاب لحب. في شي عم بتحول عندك لحب. في شخص انت موجود في حياتك احتمال يكون. اكيد. موجود في حياتك ورح يقلب هادا الموضوع لحب. لكن انت اه شايفيتك حيران بين شخصين شايفيتك حيران فهاي الفترة رح يكون كتير حيران من هادا الموضوع. بسبب هادا الموضوع. خلينا نشوف بشكل عام لناس اللي ما بتنطبق عليهم القراءة عادة جدا. ممكن طاقتك ما بتوصلني. اه ممكن اه يعني هالقراءة عامة مش خاصة عارفتوا كيف? ممكن انت تكون طاقتك سلبية يعني ما عم اه تستقبل الفرص اللي في حياتك. ما عم تشوف الفرص اللي في حياتك. هو اللي طاقته سلبية او في عنده طاقات سلبية يعني ما بيقدر يعني اه يحصل على الاشياء اللي بتدي اياها ما بيقدر يطبق قانون الجذب ما فبس انك تخلص من الطاقات السلبية يعني بشكل عام. ان شاء الله كله بينطبق معك. رح تحصل على فرصة عمل رح تحصل على موضوع يمكن تتعلق بسفر. ولكن هذا الشي دخله اه خلينا نقول مش زي ما انت بتتوقع. ولكن له قيمة معنوية كبيرة يعني مش شوي هذا الاشي. اه فيه له قيمة معنوية كمنصب كشي. ولكن المادة كدخل يعني مش زي ما انت اه بالدكية. بشكل عام يعني اللي. في حبيب غايب عنك. بس لسه ما فتحنا يعني علاط. بعدين بنقول. ومين هذا الشخص اللي بيترهك. من بعد هاي الفرصة اللي هي فيها مال قليل او كزا رح يصير فيه وفرة مالية كبيرة رح تكفيك وتكفي خلينا نقول الاولاد. شايفة هذا الشخص عنده التزامات كتير. عنده التزامات مادية كتيرة. لذلك في بداية الفترة بيحاول انه يحافظ على قد ما يقدر او يقتصد. ولكن بعدين رح تجي رح تجي يعني رزقة معينة اكيد يعني من من الشغل او ممكن من برا الشغل. اللي هو اما تكون انت مدين ناس مثلا فلوس وعم بيرجعو لك اياها او حدا اكل عليك فلوس ورجع لك اياها ممكن يكون قرد ممكن يكون ارث ممكن زودة بال بالدخل نفسه او فرصة عمل اخرى يعني افضل من الاولى. ولكن شايفيتك مطلقت بالفرصة الاولى او الشغل اللي انت فيه مطلقت فيه وخايف كتير يعني عندك طاقة خوف كبيرة من انك تفقد هذا الشي ولكن انا شايفة بالعكس ما رح تفقده بالعكس رح يكون فيه ترقية وزودة بال بالدخل زيادة بالدخل. اه بشوفك هون اكتر شي عمد صارع مرض اه المرض هذا ممكن يكون عندك او التعب اه ممكن يكون تعب نفسي مش يعني عضوي ما ما دخل. ممكن يكون عندك او عند احد من العائلة ازا كان عضوي ازا كان نفسي فهو موجود عندك بسبب شخص يا اما دلو او مائي بشكل او مائي خلينا نقول اه او هوائي. عم بتكون كيف ده اقول لك عم بتكون بتصارع حالك يعني انت حاسس او انه هادي العلاقة مش صح هاي العلاقة ماشية بطريق مش صح اه وبتحاول انك تطلع من هاي العلاقة بتحاول انك تطلع من طاقة هذا اه الشخص لكن شايفتك انه لا انه يعني رح تضلك تستنى هذا الشخص او في عقلك الباطن موجود انك انت ما بتقدر تعيش بدون هذا الشخص. في للبعض كمان اوكي استشفوا خلصوا يعني ويمكن شافوا حدا جديد فا برج القوس يعني برج القرارات. فقادر انه يكون شوف هون انت شو عم بتكون? عم بتكون الماجيشن عم بتكون اللي بيرسم ملامح الحياة اللي بدو اياها بهاي الفترة رح يكون اه اللي هو تغييرات هو بيده هو بيعملها. شوف برج القوس بالفترة الجاي ما رح يستنى ان هالظروف هي اللي تخدمه. هو اللي رح يستعمل ادواته كل هاته التولز تبعوله عشان يغير اللي حواليه ورح ينجح بهذا الموضوع. شوفوا هون كيف عم بيأثر هذا على كل اللي حواليه الطاقة والتغيير عم تيجي من عنده وعم تنتشر اه على المكان اللي هو فيه. فانا شايفيته مسيطر جدا بالفترة الجاي. اه على العمل وعلى صعيد العاطفي كمان. بشوف الفترة الجاي كمان فيها اللي هي تغييرات رح تدوم لفترة طويلة جدا. فكون حذر من الشغلات اللي اه رح تزرعها بالفترات الجاية اللي هي بهاي الفترة. هاي الفترة رح اه تحكم يعني الشغل اللي رح تشتغله او الافعال او الافكار او المشاعر. المهم في هاي الفترة اه اللي هي عم نفتح عليها رح تأثر على فترة طويلة بعديها. ممكن تمتد لسنة. فنكون حذرين في هذا الشهر انه احنا نشتغل شغلنا مزبوط انه احنا ما نغلط. اه نكون صبورين شوي الامور ما رح تيجي على طبق من ذهب زي ما بقوله مش احلام وردية الشغلة. فا اه شايفيتك هون شايفي برج القوس ممكن تكون والله. الطاقات عفكرة حبايبي عم بتكون ترابية مائية هوائية. طيب. في شخص عم بيحاول انه يقتحم حياتك في طرف تالت. اه عفكرة مش طرف تالت. خلينا نسيبنا من هاي الكلمة لانه اول ما تسمعوها بيجي عبالكم العاطفة. انا مش دايما بقصد فيها العاطفة. يعني احيانا اه طرف تالت في الشغل. يعني بيكونك بينك وبين الرئيس بيكون في شخص عم يوسوس او كزا. كمان هذا اسمه طرف تالت. المهم اه عم بيكون هذا الشخص اه مثل الشيطان مثل الدفل في حياتك. مثل طاقة سامة في حياتك. عم بي بيبين لك انه هو اه كتير ملاك. انه هو كتير اه نيح. ولكن هو في الحقيقة هو انسان حاقد. وانسان ممكن يكون انثى ممكن يكون ذكر. عم بيكون حاقد جدا وحسود للك. وانت مش عارف. اه اه اذا اقولنا ممكن يكون في العمل ممكن يكون حتى في العاطفة كعلاقة ثلاثية. كالطرف تالت. مش انت. ولا الشريك. الطرف التالت. اه هون بشوفك كمان. يعني هاي الفترة كلها يعتها لبرج القوس عم يرسم ملامح حياته. يعني هو اللي عم يرسم ملامح حياته. كل الامور بيدك انت. شوف زي ما انت بتحصد. زي ما انت بتزرع راح تحصد. هاي الكارمة. هاي المواضيع يعني اللي انت بتعمله بلف بلف وبرجع لك. اذا طلعت خير راح يرجع لك خير. هيا هاي الكارمة. اذا طلعت ظلم راح يرجع لك ظلم. فهون الكارمة راح تتحقق بهاي الفترة على الصعيد العاطفي. شايفينو الطرف الثاني عم يستنى موعد مناسب. عم يستنى وقت مناسب لحتى يصالحك او انت تصالحه طبعا. القراءة ممكن تكون عكسية دائما بنحكيها. اه ولكن عم بيفكر بطريقة جدية. عم بيفكر باستمرارية العلاقة على الاقل في خياله. عم بتخيل هذا الاشي وعم بيفكر فيه. خلينا نفتح اكتر. وراح هذا الورق مش هارف او هي هون. خلينا نفتح على العاطفة اكتر. شو رايكم استعمل هذا الورق. او او بيان عندي الاشخاص العزاب لحد الان. اشخاص العزاب حيلتقوا بتوأم الروح. بالشخص اللي بيحلموا فيه كفارس احلام ممكن انه تلتقوا فيه بهاي الفترة. ولكن ممكن يكون بالعمل إذا ما كان في العمل. على فكرة مش ضروري انه يشتغل معاكم ممكن يجي يعني يعمل معاملة عندكم ويروح تتعرفوا عليه. فمش ضروري يكون عم يشتغل معاكم. آآ اللي مش عم يشتغل اساسا من آآ من برج القاوس. آآ ممكن يلتقي في هذا الشخص آآ في يعني في جمعة. ما بعرف شو هي هاي الجمعة. ممكن مؤتمر ممكن. المهم جمعة ناس يعني مش بس انتو لحالكم. رح تتعرفوا بهذا الآآ ورح يكون على الفكرة شخص آآ مش قريب يعني ما كنت اتوقع ابدا انك ممكن تحب او آآ يعني آآ تحب شخص من هذا النوع او شخص آآ من هذا من هذا النوع. حبيبي ممكن يكون عندك آآ في طاقة صلبية عم بتوقف في اللي هو في آآ في طريقك انت والشريك. حتى لو كنتم متزوجين في آآ في طرف يعني في طرف ثالث او حتى اكتر من شخص عم بيوقفوا آآ بطريقكم. بشوفك هون عم تلجأ للآ استشفاء ممكن انه آآ تكون اما بدك تنسى الحبيب او انه فعلا بدك تنسى الحبيب يعني اكتر من انه تستشفي من طاقة صلبية او من التنتين آآ مع بعض. او انك بتعتبر انه الشريك طاقة سلبية وعم بتخلص منها. ولكن انا بشوف رغم هيك آآ انت بالعكس انت عم بتمثل والطرف الثاني عم بيمثل. يعني انتو مش مبسوطين انتو للتنين. فكل واحد عم بيهم الثاني في طاقة اوهام. عم يهم الثاني انه هو آآ عايش حياته انه هو مبسوط انه هو كزا آآ فهذا الموضوع ما رح يطول يعني يشوفوا هون آآ لابس مثل الدرع آآ حاط خرزة زرقة طبعا هاي بيلبسوها عند الهارت شاكرا مش عند الهارت شاكرا عند الحنجرة اكتر بيلبسوها اللون الازرق. مش مش محطوطة هون محطوطة بطريقة غلط هون. آآ هذا دليل او كزا انه التنين عم بتعملوا زي ما بيقولوا. آآ بتعملوا اوهام لبعض وموت كل واحد يحاول انه آآ يخلي الطرف الثاني هو اللي صالح. آآ شايفي بناتكم زي ما قلت في النهاية هون. انه في آآ رح يعني رح تكتشفوا انه هذا الطرف هو السول ميت تبعكم او توقم الشعلة او 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 بس انه آآ رح تقربوا كتير من بعض. بشوفوا زواج يعني وبشوفوا ارتباط او على المدى البعيد. آآ وزي ما هون قلت لكم في ممكن يكون طرف ثالث كمان بالعلاقة العاطفية يعني مش عارفة شو قصة الطرف الثالث هذا كل شوي ببين. آآ ولكن شايفيتك انت مستعد. مستعد وفي هذا الكرت اخر كرت بالقراءة ببين انه شوفوا اربع وردات كان هناك مبين انه ثلاث وردات علاقة ثلاثية هون اربع وردات يعني آآ اكتر للجدية اكتر بروح الموضوع آآ شايفيتك يا قوس عم تصغر كتير بهاي الفترة وكأنك عم تهتم بحالك يعني كتير آآ عم تصغر. يعني اللي حواليك عم بيحسوك انه شكلك آآ صغرة عشر سنين او انت حتى بتحس حالك بالفترة الجاي انه صغرة عشر سنين آآ في فرحة بطريقك حلوة ولكن انت متوقع آآ اشياء سيئة نتيجة تغيرات عم بتصير حواليك لكن هاي التغيرات ما رح تقول لك انت بعيدة عنك. فاطمئن وريح ويعني ما ما تفكر كتير في الموضوع. عم بتكون كلها مخاوف آآ بدون. اه انتوا على فكرة مش تسول ميت. في ناس آآ لا هاي توقم شو علا? في ناس منكم توقم شو علا? هادا تأكيد يعني من الاوراق. بيبين انه في شخص آآ خلينا نقول على الصعيد العاطفي كان بالقديم آآ بيعني بتداخل على مصلحة داخل على علاقة عابرة ولكن بعدين اختلف الموضوع وصار آآ يعني متلقط فيك اكتر آآ متعلق فيك اكتر صار عنده الموضوع زي الادمان. فبالاخير انا شايف اجتماع لهدول الشخصين فالحمد الله يعني قراءة حلوة كانت. آآ هذا بالنسبة لبرج الجوزاء. حاول شو الوراء شو الوراء اللي نختاره. عارفوا. نشوف انا ليش شاي كل شوي بخربط بالاسماء. يعني انا عارفة انه القوس عم بنوي على القوس. بس بتعرفوا الواحد بلخبط يعني. بلخبط بس باللفظ اما بالنية بتكون لأ مفتوحة على برج يعني معين. آآ هذا الكارت طلع مقلوب. يعني بما معناه طلع مقلوب انه الامور آآ ابسط بكتير مما انت تفكر. لا تعقد الامور. لا تآ تخاف كتير. ما بعرف كل الابراج عم بتكون عندها مخاوف واوهام وكزا. هذا الشهر ما بعرف شو هو. عم تطلع. حتى القراءات الخاصة اللي عندي عم بتكون شوي يعني في في مخاوف في. مع انه ما بيكون في داعي للمخاوف. بيقول لك لا اشحن حالك بالطاقة الايجابية. ما بتفكر. ما تفكر بهذا النوع من التفكير لانه انت الوحيد الخسران. ترجمة نانسي قنقر